السلام عليكم النهاردة هنشرح اول سيكشن في مدة الديزاين تيرمي تاني لطلاب سنة تانية احنا النهاردة هنتكلم عن اول شيت وهو ديزاين اوف الفلات بيلت اول حاجة محتاجين نعرفها انواع او مفهوم الpower transmission element يعني ايه power transmission element يعني احنا خدنا مثلا التيرمي الاول وحناخد التيرمي ده وحناخد السنة الجاية انواع كتير من ال element زي زي الgears زي ال shaft زي الbearing زي الpilt زي الchain كل الانواع دي الغرض منها ان هي تنقل الباور انا الغرض اللي انا بعمله ان انا عايزة انقل power من مكان لمكان سواء كانت عايزة انقل سرعة عايزة انقل حركة فمحتاجة لحاجة اسمها power transmission element فبالتالي اقدر اصنف الpower transmission element ان يقول انه في منها انواع flexible وانواع rigid من الpower transmission element يبقى الpower transmission element في منها انواع flexible وفي منها انواع rigid الفلكسبل power transmission element زيها زي الpilt زي الchain يعني ايه pilt؟ يعني السير السير اللي احنا بنشوفه كتير زي الchain الchain اللي هي الكاتينة اللي زي الكاتينة بتاعة العجل مسكليتة فيها chain كده و sprocket فدي ايه اقدر اسميها chain والpilt اللي هو السير فسواء كان pilt سواء كان chain ده بسميه flexible power transmission element يعني ايه بقى flexible power transmission element يعني انواع الالمنت دي اقدر تقدر تتعرض للشد والتاني اقدر اشدها او اتنيها يعني اقدر زي السير كده يقدر اشده شوية او اللي تشين اقدر اشدها اقدر اتنيها على عكس نوع تاني من الpower transmission element اسمه rigid power transmission element دول زي ايه زي الgears زي الbearing ايه فكرته ال rigid power transmission element ده ما اقدرش بقى لا اشده ولا اتنيه ده كده في وضع rigid يعني الgears لما بيحصل لها ماشنج مع بعض لا بقدر اتنيها ولا اقدر اشدها نفس الكلام الbearing نفس الكلام فده مفهوم الpower transmission element الغرض من الpower transmission element انا عندي عناصر اقدر اناقل بيها الpower اقدر اناقل بيها motion اقدر اناقل بيها velocity انواعها ايه flexible و rigid flexible زي زي الpilt زي اللي تشين rigid زي الgear زي الbearing زي الشاف يعني ايه flexible يعني اقدر اشده او اتنيه يعني ايه rigid يعني ما اقدرش لاشده ولا اتنيه تعالوا بقى ده كان الغرض ان انا افهم بس يعني ايه power transmission element احنا هنتكلم في power transmission element هنتكلم اول حاجة عن flexible power transmission element اول جزء فيه هنتكلم عن البلت فالبلت عيلة كبيرة البلت عيلة كبيرة بقدر اصنفها وقسمها لأكتر من حاجة فيه اشكال كتير للبلت فيه الشكل الشكل ايه بسميه round build الشكل بتاعي round الشكل ده round cross section بتاع البلت round طبعا البلت بيبقى محطوط على pulley ممكن الشكل ده يبقى اسمه flat build ممكن يبقى واخد شكل cross section بتاعه V فبسميه V build طبعا الحاجات دي خدتوها بالتفصيل في المحضر احنا هنتكلم النهار ده عن flat build بقدر اقول ان انا بستخدمه في السرعات الكبيرة بسميه non positive drive ليه علشان بيحصل له slapping عيب خطير من عيوب flat belt انه بيحصل له slapping بيحصل له انزلاق يعني بيلف على الفاضي فبالتالي بسميه non positive drive فده عيب في flat belt عشان كده لاجه ان هم يعملوا انواع تانية زي V belt فبسميه positive positive drive فما بيحصل لهش slipping ما بيحصل لهش انزلاق على الفاضي طيب انا امتى بستخدم البلتس بستخدم البلتس في حالة ان انا عندي center distance مثلا مثلا distance ما بين ال two parts center distance ما بين ال two poles مثلا اللي انا عايز انقل ال power ما بينهم لو center distance دي كبيرة فساعدها بلجة لل flat belt او v belt او ال chain ليه اصلا لو المسافة دي كلها عندي ما بين ال two parts اللي انا عايز انقل ال power ما بينهم هل ينفع ان انا استخدم gear في الحالة دي انت شايف في distance قد ايه في النص ما بينهم ينفع استخدم gear في الحالة دي فالحال دي مش هينفع استخدم gear ليه اصلا لو استخدمت gear يبقى حطر ان انا كبر two gears قوي علشان اقدر اوصل للمسافة دي اعوض المسافة دي فمعنى كده ان انا استهلكت material انا خليت كمان gears دي او الكرسين اللي انا حصنعهم دور هيبقى كبار وفيهم material كتير فهيبقى فلوس كتير فده هيبقى استهلك فلوس على الفاضي في حين ان انا ممكن استخدم build بمنطه البساطة يقدر ينقل الpower من pull الpower تانية او من part الpower تانية قدر تنقل الpower بيقل التكاليف فده السبب اللي بيخلينا نلجأ للpilt او اللي تشين ان في center distance ما بين ال two element او ال two system اللي انا عايزة الpower ما بينه طيب ال pilt ممكن اقسمها او اصنفها النوعين open pilt وcrossed built فانا عندي نوعين من pilt open pilt وcrossed سواء كان flat pilt او v pilt او round pilt هو نوعين يعني تصنيفة لشكل وضع الpilt انا بحط الpilt بانه وضع يا اما بحط open pilt يا اما بحط cross the build طيب فكرة open pilt انا مش رح بقى بالتفصيل اول حاجة ده شكل open pilt يعني ايه انا عندي two police وعندي الpilt اهو الpilt ده اللي لافف عليها الpilt ده انا بسميه الوضع ده في الوضع اللي هي فيه ده open pilt يعني ايه open pilt يعني the two police ليهم نفس اتجاه الدوران ليهم نفس اتجاه السرعة في وضع open pilt انا بحط بنفس اتجاه السرعة يعني لو الpilt ده بيتحرك في الاتجاه ده يبقى لو قصود البولي بيتحرك في الاتجاه ده يبقى البولي التالي بتحرك في نفس الاتجاه ليه عشان السير يقدر يلف اوليه من غير ما يحصل له حاجة يبقى بلافف مظبوط تمام يبقى بالتالي ده شكل open pilt لازم الشكل ده انت هتكون عارفه كويس جدا حفظه كويس جدا عشان وتكون بتعرف ترسمه علشان دايما بتستأله في مسائل بقى عليه على فوق فهو هيبدأ يكتب لك مسألة او يقول لك مسألة نظريا من غير ما يرسمها انت نفس اتجاه السرعة نفس اتجاه السرعة هو هو اللي انا ببقى فيه طيب تعالى بقى نشوف الديزاين بتاع open pilt في فكرة الديزاين بتاع open pilt نبدأ نقسم بقى ونوضح كل معلومة هنا انا بسمي ده driver بيكون لي d small ويكون لي n1 يبقى هو لي d small ولي n1 وده اسمه driver عن ناحية التانية يبقى ده driven لي d capital بسميها d capital او dj بسميها d capital خلينا بالرموز دي d capital وبيكون لي n2 اللي هي السرعة بتاعتي طيب فيه كمان زاوية اسمها زاوية alpha الزاوية d alpha الزاوية d alpha الزاوية d alpha الزاوية d alpha alpha هي ايه هي inclination angle inclination angle يعني الزاوية المكملة للتلامس زاوية inclination angle ايه inclination angle دي زاوية alpha طيب فيه كمان الزاوية هنا فيه زاوية هنا اسمها زاوية theta one theta 1 هي driver contact angle theta 1 بسميها driver contact angle فيه كمان زاوية هنا بسميها theta 2 هي driven contact angle يبقى فيه theta 1 وفيه 2 فيه driver وفيه driven ده بسميه driver وده بسميه driven يبقى ده driver وده driven driver لي diameter بتاعه d small ولي n1 driven لي d capital وn2 theta one هي driver contact angle theta 2 هي driven contact angle فيه alpha اللي هي inclination angle طيب فيه ايه كمان فيه طرفين فيه الطرف ده والطرف ده الطرف ده بسميه اللي side بسميه slack side ويه الطرف ده اللي هو باتجاهه بسميه tight tight side side يبقى انا عنج الطرف ده slack side وده tight side اللي slack side بيكون لي t2 التight side بيكون لي t1 يعني ايه slack side ويعني ايه tight side بص اللي slack side بقولك هو الجزء اللي في البلت اللي بيبقى عنده minimum tension t2 اللي بيبقى عنده minimum tension ده slack side بقولك ده الجزء اللي في البلت اللي عنده minimum tension tight side ده الجزء اللي في البلت اللي عنده maximum tension فبسميها T1 فده الاسلاك وده الطائم طيب اه الابن بيلت انا بستخدمه الشفت ان الشفت بتاعتي معمول لها الرينج بشكل بارلل وبيحصل لها نفس الكلام اللي قلتوا ان لو ده بيلف في الاتجاه ده يبقى البولي التاني حيلف في الاتجاه نفس الاتجاه طيب عندي ايه زوايا كمان عندي المسافة دي من هنا لهنا المسافة دي بسميها center distance وبرموظلة بالرمز C center distance وبرموظلة بالرمز C طيب ايه كمان شايفين المسلس ده بصوا المسلس ده اللي متلون باللون البني ده بص ده الزاوية دي زاوية زاوية ألفا هي نفسها ألفا المسافة دي تقدر تقول لي هي كم بص خد بالك المسافة دي كلها كتدامي تركبي اللي هو نص الدامتر نص الدامتر بالكبير نص الدامتر بتاعة دريفن والمسافة دي هي الدامتر بتاعة دريفن بص 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 المسافة دي مش هي المسافة دي يعني أنا الحتة دي مش أقدر أقول عليها هي دي كابتل ناقص دي سمول على الاتنين المسافة دي مش أن أقدر أقول عليها دي كابتل ناقص دي سمول على الاتنين وما بينهم زاوية قيمة تمام طيب والطول ده هو طول 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 البلت برمز البلت بيكون ليه الطول بتاعه طيب انا كده عرفت كل المصطلحات والحاجات اللي على ال اقدر دلوقتي احط معدلاتي طيب الطيب بتاع البلت نوع البلت الجيومتري ده ايه بتاع البلت ده ايه ده اوبن بلت زي ما قلنا ده اوبن طيب عايز اطلع قيمة الفا قيمة الفا دي قدر اطلعها من المسلس ده مش الفا بقول ان هي بتساوي ممكن اقول بتساوي ان هي الدي ميناس الدي على الاتنين طيب تعالوا انا انا عايزة اشوف القوانين اللي عندي في حالة ال اوبن بلت ده ال اوبن بلت فانا عايزة اشوف القوانين اللي عندي احنا شفنا المسلس بتاعي وشفنا ال الاشكال اللي عندي تعالوا بقى اول حاجة بقولها اللي هي بي ار بقول لك هي n واحد على n اتنين يعني n درايفر على n هي هي ال d على ال d كابتل على ال d ل d كابتل بتاعة ال درايفر طبعا طبعا نشوف بقى الانجل اف كونتكت هاتلي الانجل اف كونتكت يعني عايزة الستة واحد والستة اتنين فقبل ما اجيبها محتاجة ان انا اجيب الالفا. فحالة ان انا شغالة open built فباجيب الالفا الاول. الالفة اللي زي ما قلنا ان هي الانكلانيشن انجل بقولك هي ساين انفرس الدي ماينس دي على الاتنين سي. جبتها منين? من المثلث الصغير ده. فاكرين? من المثلث الصغير ده. الالفة هي عبارة عن ايه? هي دي كابتل وقس دي سمول على اه على الاتنين الضلع ده. على السي. اللي هي الكونتكت السنتر ديستانس. فبالتالي روحت انا مسميها. فبالتالي انا سميتها الدي كابتل نقس دي سمول على الاتنين زي. فانا عايزها بالديجري فححط ساين امبرس. عايزها بالرادين حشيل الساين امبرس. طيب اقدر اطلع دلوقتي السيتا واحد. السيتا واحد اللي زي ما قلنا هي الزاوية دي. آآ السيتا واحد بقولك هي مية وتمانين نقس الاتنين الفة. من الرسمة من الشكل اللي انت المفروض انك عارفه. يبقى هي مية وتمانين نقس اتنين نقس اتنين الفة. الالفة هعوض عنها بكميتها. لو سواء عايزها بالديجري او عايزها بالرادين. سيتا اتنين. بقى هي سيتا اتنين من هين? هي عبارة عن ايه سيتا اتنين? هي مية وتمانين زائد اتنين الفة. بقى في زائد المرض. وبرضو لو عايزها بالديجري او بالرادين. كده طلعت السيتا واحد والسيتا اتنين وطلعت الالفا وطلعت الفلوس تيريشو طيب لو انا بقى عايز اجيب اللانس بتاع البلت عايز اجيب طول البلت في حالة ان انا شغالة باوبن بلت تعال انا بقى اطلع لي الدي معادلة بفرض انها حفص هي عبارة عن الاتنين سي السي اللي هي زائد واحد بوينت سبعة وخمسين دي كابيتل زائد زائد دي كابيتل نقص دي سمول لكل تربيع على اربعة سي ده في حالة ان انا شغالة اوبن بلت طيب في حالة بقى انه هو مديك الال في حالة انه هو مديك ويقولك هاتلي منها السي وبيبقى عندك الدي كابيتل والدي سمول ساعتها في الحالة دي بتستخدم القانون العام بتعوض بيها وتضرب كله في سي وتستخدم القانون العام وتطلع قيمة السنتر ديستانس طيب الكلام ده كله لما انا كنت شغالة اوبن بلت ففي الحالة دي قدرت اطلع كل القواهي طيب لو انا شغالة بقى كروست بلت الكروست بلت ايه الفكرة فيه الفكرة في الكروست بلت ان انا بعكس اتجاه الحركة بعكس السرعة بص لو ده ماشي كده فده ماشي العكس فده فكرة الكروست بلت بيزود لي بزود في الكونتكس عين برضو ليه رسمة معينة لازم تكون عارفها وده المسلس بتاعي اللي انا هستخدمه قد اقولك تاني عندي هنا زاوية على كده نرسمها عندي هنا الزاوية بسميها كده بسميها يعني من هنا لهنا الزاوية دي بسميها سيتا سيتا وان ده في الحالة دي اسيتا تو في الحالة ده ده الدريفن وده الدرايفر ده الدريفن وده الدرايفر لحظة دعا شوفوها من هنا ان انا عندي في الحالة دي ادي ده ده الدرايفر وده دريفن ليها سيتا وان وليها سيتا تو في الحالتين سيتا وان وستا تو طلعت 180 زائد 2000 هنا اهي 180 زائد 2000 هنا 180 زائد 2000 في في الزاوية الفا في في طيض آآ سيت فيه مسلس اهو بنرسمه كده فبقى الده الزاوية الفا فده الدرايفر وده الدريفن عرفت منين شوف المسلس الضلع ده بتاعه فين بص اللي الضلع بتاعه طالع منه اهو الضلع ده طالع كده هو ده 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 الدريفن فنفس الكلام هنا الضلع بتاعه طالع فين اهو طالع من هنا فده الدريفن عشان كده بقولك ده الدريفن وده الدرايفر يعني مش شرط ان الدرايفر يبقى مثلا على اليمين والدريفن على الشمال او العكس لا هو عادي على حسب الرسم وعلى حسب هو إلا كيه ودي ده الدرايفر ده الدرايفر بس دي واحد فانا بقول لك دي واحد ودي اتنين تمام يبقى هنا فيه سيتا اتنين وهنا فيه برضو سيتا واحد وفيه الالفا واجي المسلس بتاعي فبقى ده الدريفن وده الدرايفر طيب وفيه سنتر ديستنس وفيه الفا تعال بقى نحط تعال بقى نحط ايه نحط القوانين طيب في حاجة ان انا شغالة بحاجة ان انا شغالة برضو الفيلوستريشي معايا زي ما هي عايزة اطلع الفا هتبقى برضو ساين انفرس بس دي بلاس دي على الاتنين سيه عكس في الاوبن بيلت ليه قلت دي بلاس دي بص المسلس بتاعي ادي الزاوية الفا هي فالمسلس بتاعي الضلع ده واخد كلها فهو دي كانت دي كابيتل وده دي سمول فبقى دي كابيتل زائد دي سمول ليه المسافة دي قد المسافة دي اهو ده دي سمول يبقى دي كابيتل زائد دي سمول على الاتنين سيه تمام؟ كلها من الرسم دي الالفا برضو لو عايزها ديجري لو عايزها راديا السيتا واحد والسيتا اتنين المراجي متساويين هي المية وتمانين زائد اللي اتنين الفا ليه من هنا هي مية وتمانين زائد اتنين الفا من هنا نفس الكلام مية وتمانين زائد اتنين الفا في حالة الكروز دي بيلت السيتا واحد والسيتا اتنين اللي اتنين زي بعض واقدر اطلعها بالراجن وبالدكري عايز اطلع الطول بتاع البيلت في حالة الكروز دي بيلت نفس المعادلة الفرق في الاشارة هنا الاشارة منجب نفس الكلام في حالة ان انا لو عايزة وهو مديني اللينس ومديني الديامتر زي اقدر اطلعها بالقانون العام ده اول جزء في في سيكشن اللي احنا هناخد لحد هنا النهاردة في السيكشن ان انا ابقى عارفة السيتا واحد والستيتا اثنين وابقى عارفة الالفا وبقى عارفة اللينس بتاع البلد الغرض مني من ان انا اعرف الكلام ان انا اكمل واعرف بعد كده الباور ان انا وصل في الاخر لقانون الباور طيب فده كده الحد هنا في الشيت النهاردة في مسألة بسيطة خالص احنا حطيناها مجرد بس ايه تتشك على القوانين وتجرب القوانين بيقولك ايه في المسألة بيقولك عندك واحد دامتر بتاعه 450 واحد دامتر بتاعه 200 ميلي اه محطوطين على بارل شافت واحد وخمسة وتتعين من مية يعني ايه يعني بص متجيك ده ومتجيك ده وبيقولك هم متسبتين محطوطين ما بين بارل شافت اه المسافة اللي ما بينهم واحد وخمسة وتتعين اه من مية متر فديه السي السنتور دستانس اللي ما بيني وهم اللي اتنين محطوطين على كروس دبلت فانا فهمت اننا هاخد قوانين ايه اننا هاخد قوانين كروس دبلت تمام طيب طالب ايه طالب اللينس بتاع البلت وطالب الانجل كونتاكت الانجل كونتاكت ما بين البلت وإرشبولي الكونتاكت انجل يعني طالب في حالة ان انا شغالة في ستة واحد بالساوي ستة اتنين. يبقى هو طالب الالة وطالب السيتة. يبقى في الحالة دي. عبدأ. اشوف هو مديني. السيتة واحد والسيتة اتنين ومديني. اه مش محتاج انا بقيت المطاليب لان بقيت المطاليب مصنوبة موجودة في الشيط التاني. فجاي بس بيقول لك ايه? اول حاجة عايز اللينس. فهحط القانون بتاع اللينس في حالة ان انا كروز دي بلت. ادي كابتة لعندي بربعمائة وخمسين. ادي سمول عندي بمتين. السي عندي بواحد وخمسة وخمسة ونسعين ما بس اخد بالك ده ملي وده ميتر فهتعوض وتاخد في اعتبارك اه يعني انت هتحول المتر دي. هحول المتر هتربها في الف فتبقى بالمليا عادي. فطلعت لك اللينس بالمليا. طيب عايز سيتا واحد وسيتا اتنين هعوض القانون. طلعتها. عايزها بالديجري اهي. عايزها بالرادية اهي. فده مسائل التعويض مباشر ما فيهاش اي حاجة. ده اول اه جزئية في شيط الفلات بلت. اه ده اللي حناخده اه النهاردة. او ده اللي خدناه النهاردة. بقيت سكشن او بقيت شيط الفلات بلتة هيبقى فيه شيط تاني عليه على المسائل بشكل مفصل وبقيت القوانين. ده اللي هتاخدوه القاطب. شكرا.